انا الست الهبلة اللي دخلت درتها بيتها وياريت درة عادية دي طلعت فتاة ليلي انا مرعوبة على بناتي انا مبقتش عارفة نام من كتر الخوف انا الست الهبلة انا الست اللي بيدي دخلت فتاة ليلي بيتي هو جوزتها جوزي ما تستغربوش اللي هتسمعوه هيفاهمكم بالتفاصيل انا ست زي اي ست عندي خمسة واربعين سنة اتجوزت جوزي جوزت قليدي وخلفت منه تلت بنات دايما بيتهمني بالتأثير دايما بيقول لي انتي مش مالي عيني ومش مكفياني مش هنكر اني مقصرة بس قوليلي من ست في مصر مش مقصرة من كتر ضغوط الحياة والعيال والمصاريف والدنيا انا طول الوقت بلف حوالي نفسي عشان نلبي طلباتهم كلهم وبقيت عايشة واقول مش مهم فوتي عدي سد ودانك على اللي بيقوله وبقيت عارفة انه ممكن يكون بيعرف غيري وسكتها لحد ما في يوم كانت الدنيا ظلمة وكلنا نايمين وقمت دخل المطبق عشان اجيب مياه لقيت منظر منظر ما كنتش هحبه شوفه شفت جوزي في الظلمة قاعد وفاتح الموبايل وبيكلم فيديو كل مع واحدة وفي وضع مش مناسب وضع عمري ما كنت اتخيل ان جوزي المحترم ابو البنات يرضاه على نفسه ولا يعمله وانا ست بخاف ربنا ست مرضاش قبل ان ان البركة تتنزع من بيتي عشان خاطر بناتي بناتي اللي اطلعت بيهم من الدنيا بناتي اللي انا وهبالهم وعمري اللي جاي كله اصلهم مش عايزاهم يعيشوا اللي انا بعيشهم قلت له شوف حل اتجوز شوف لك واحدة تانية لكن ما تغضبش ربنا قال لي تمام يعني اديتيني التصريح قلت له وانا مقسورة نفسي اديتهو لك بس اوعى تعمل الحرام وشوية وفاتت مدة لقيته داخل علي ببنت وبيقول لي معلش اعتبريها بنت من بناتك وخدي بالك منها بنت كان عمرها تقريبا يجيت 19-20 سنة بنت صغيرة مش كبيرة هانا جوزي عنده 48 سنة قلت له مين دي وجبتها منين قال لي دي بنت مسكينة لقيتها في الشرعة بتعيط اصل ابوها تجوز واحدة غلومها وامرت ابوها ما استحملتها اشتراضيتها في الشرعة ساعتها حطت بنت من بناتي مكانها خدتها واحتضنتها وطبطبت عليها وقلت لها يا حبيبتي اعتبريني امك واعتبر البيت بيتك ودول اخواتك مش قادر انسى بناتي لما قالوا لي ازاي يا امي ازاي تردوا ان واحدة من الشرعة تيكي تقاش في قسطينا قلت لهم عيب اوقت تتكلمهم ما حدش ضمن الظروف ولا حد يعرف بكرة مخبي ايه خدت بالي منها وحطتها في عنايها ما كنتش اعرف ان البيعنه منها ومش محترم سنه ولا محترم انها من دور عياله من عياله وشوية ولقيته بيقول لي فاكرة انت قلت لي لو عايز تتجاوز تتجاوز وانا قررت اتجاوز هتجاوزها اكثر فيها سواب بدل ما هيقاعدة كده في البيت وهتساعدك وتساعد البنات ساعتها وبصت له بقلة حيلة لانه عارفة ان رفضي من قبولي مش هيفرق هو خلاص منشن على الهدف قلت له بتجاوزها اتجاوزها وربنا يهنيكم اتجاوزها في بيتي وبقت معايا واللي كنت بعطف عليها ابتدى يطلع لها صوت وبادت تقول انا زي زيك في البيت ولي حق انا دخلت قلبيت وانت بتطبطبي وبتعطفي لكن دلوقتي قبل ما تعملي اكل خيريني ما انا ممكن اكون عايز اكل حاجة انت مش عايزاها ابتدت اسكت وعدي وفوت لكن اللي مش قادر اسكت عليه ان اسمعتها وهي بتكلم شباب وعرفت انها بتكلم حد واثنين وثلاتة وعرفت كمان من تليفونها اللي هي عملاته باسورد لكن واحدة من بناتي عارفت الباسورد انها لها علاقات كتير قوي وبتتكلم عشات مع شباب كتير قوي وطبعا انا لو اتكلمت مش هتصدق لان جوزي معاها اعمى واطرش وما بيصدقش اي حاجة هي اللي مدلعاه هي اللي مهنياه انا سمعته قودني وهو بيقول لها والله انا لو هحسب الجواز هحسبك انت اول جوازة حرام يحسبوا علي اللي قابلك انا بعد عشرة السنين بقيت حرامة تحسب عليه وبقى شايف ان الهانة مع ست الهانم ست الهانم اللي بتخونه اصل اللي صيناه ما تنفعش اللي ربطله بناته ما تنفعش ده قديمة لكن هي اللي بتدلع وتفرفش ودلوقتي انا مش عارفة اعمل ايه انا عارفة ان الهانم كانت يعني استغفر الله العظيم لها علاقات كتيرة قوي ولسه مستمرة ومستينة البيت اللي هي فيه ولا الراجل اللي عارفها ده انا بنتي بتقولي انها كتبة الواحد انا اللي رماني على واحد زي ده اكبر مني بـ 28 سنة يعني هي مش راضية بعشدها قعدت افكر واقول اسكت وما اتكلمش لاني مش هتصدق ولا اتكلم طب يا ترى لو اتكلمت هيبقى ده حرام وهاتك ستر ولا جيه الوقت اللي ما ينفعش انها نسكت عشان خطر بناتي بناتي اللي ربتهم وتعبت عليهم بناتي اللي ما ينفعش في يوم وليلة يبقى معاهم في البيت فتت ليل قوليلي اعمل ايه دي المشكلة اللي جات لي لست عظيمة جميلة محترمة صينا نفسها وصينا بيتها طيب مش هزاك تتصدني ولا تستني الشكر من عبد البنا قدم اللي ربنا بيحبه ما بيخليش عبد زي يشكره مش كون ان جوزك بيحب نفسه او فكر في نفسه ده يحسسك انك عنديك مشكلة انت جميلة وعظيمة يكفي ان ربيتي ثلاث بنات على الخلق والمبادئ يكفي انك علمتيهم الدين يكفي انك علمتيهم يحافظوا على نفسهم ويتقوا ربنا في نفسهم فكرة اقول ولا ما اقولش عشان ده ما يكونش هادك ستر في قاعدة بتقول الضرورات تبيح المحظورات انت مش هتجيب مايك وتقولي فلانة الفلانية عملت علاقة مع فلانة الفلانة او ستة مش محترمة انت لازم تقولي لزوجك لان الخطر هنا ممكن يصيب بنت من بناتك ولما الخطر يقرب لعياننا هنا ستوب وما ينفعش ان احنا نسكت عليه فمهمة قوي قوي ان انت تقولي بس ارجوك يا ريت يبقى معاك دليل وانت راح تحكي يعني بنت من البنات تبقى معاها سكريت شوت من اللي هي شافتها او تسجل لها مكالمة وانت بتعملي كده بهدف انك تدافي عن مملكتك وبيتك وبناتك تحافظي على اللي انت الطول عمرك تعبت فيه لان بناتك هم رأس مالك في الحياة لازم تقولي له الحقيقة كاملة وهو عليه اختار حبيبها وعمل فيها اطرش وما بيشوفش يبقى بعيد عنك وبعيد عن حدود بيتك ولحد بيتك ما ينفعش يجي الازى والضرر لان البيت ليه شروط وليه مبادئ وبناتو ليه حق ان هم يعودوا ويعشروا لشبههم اللي عارف دينهم وبيحافظ عليه فارجوك يخليكي واضحة وصريحة وروحي وجهيه وقولي له انا سبتك تعمل وتستخدم حقك زي ما انت بتقول وتعمل اللي انت عايزه لكن لحد حقي وحق بناتي انا مش هقدر اسكت ولا عد الموقف ولو انت نوي تكمل في اللي انت فيه يبقى الخطر ما يوصلش لبناتي وطالما الست دي مصطينك وصين عرضك ممكن تعمل اي حاجة وممكن نصحة من نوم فجأة نلاقيها بتعمل اي شيء او بتأذيني او بتأذي البنات فلو بتحبها حبها بعيدة عني لو بتحبها يبقى بره بيتي لو عايزها وقابل على نفسك يبقى مش هنا انا استحملت في الاول لكن دلوقتي مش هستحمل طيب اخر نصيحة عايزة قدمها او نصيحة عايزة اقولها بعد ما رديت يا ستات خلي بالكم من بيوتكم يا ستات الطيبة والجدعانة ملهاش علاقة بالسازاجة والهبلة مينفعش جوزك يدخل عليك بواحدة وتقولوله اهلا واسعلا انتقعد في قصطنا ممكن اتعاطف معاها ممكن اديها مبلغ ممكن اوفى الله مكان لكن ما عادهاش في قصط ولادي خاصة لو مش عارفة اصلها وفصلها فرقوا يا ستات بين الطيبة وبين السازاجة فرقوا بين ان يكون جدعة وبين اهدر حقوقي وما تكلمش فيها وابقى عايشة عايشة والسلام الفرق كبير جدا ما تردوش بحاجات ما تردش ربنا اصلا اعرفوا ان ربنا ما بيقبلناش ان احنا نتزل ولا نتهان ربنا خلقنا عشان يعزنا ويكرمنا مش عشان نتاطل اي راجل يرضى باي حاجة او يعمل اي شيء ومفروض نقوله امين ما ينفعش ابدا تعدوا الامور عادي ما ينفعش ان انتوا تعودوا تقهروا في نفسكم وتكبتوا في نفسكم والاسمهم الرب عيالنا طب هتربيهم على ايه؟ هتربيهم على ايه؟ لما تكون انت ستة مقهورة هتطلعي بنتك ازاي؟ على فكرة هتطلعي بنت معقدة هتطلعي بنت اول ما يجي واحد يخبط على بابها هتبقى عايزة تبقى ضدك تماما والشخصية العكس ليكي عشان مش هتبقى عايزة تبقى صورة منك مش هتردى انها في يوم الايام تبقى عايشة في كسرتك ولا هزمتك فلازم تكوني انت ستة سوية عشان تطلعي عيال سوية فارجوكم ما تردوش بدا والرجالة تقول لا في زوجاتكم ارجوكم تقول لا في زوجاتكم ارجوكم اه معاك رخصة انك تتزوج بس اتزوج لو انت عندك حق في الزواج مش تفاصة وخلاص اوعى تفتكر ان الجواز من واحدة او اتنين او تلاتة كله مميزات لو انت فاهم او موهوم ان الجمع بين اكتر من زوجة هو ميزة وفرحة انت بتضحك على نفسك صدقوني صدقوني يا رجالة لو ركستك بيتك ومع امراتك ومع عيالك افضل الف مرة ما تجمع بين واحدة اتنين وثلاتة او اربعة وفي الاخر كلهم يشتكوا من تأثيرك وكلهم يدوا عليك وتقف بين ايدين ربنا وانت ظالم وربنا ما بيسمحش ابدا في حق العبد يعني يا رب اكون افدتكم خلوني اطلع وارجع تاني مع حكايات مرو عزاني اشتركوا في القناة اهلا بيكم مرة تانية وخلوني ااخد تليفون واقول الو 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا حضرتك اهلا بيك تفضل حبيب تقول اسمك يا عبد الرحمن اهلا بيك يا عبد الرحمن تفضل اهلا بيك تفضل اهلا بيك تفضل يتقرب مني شكل يعني لو أخلاني انا عباد عشان خوفت انا انا افضل ربنا وكلا يعني بتقرب منك اهلا تبقى رايح زيارة بيسبوك وتعودوا لوحدكم فبتلاقيها هي يعني بتقرب منك او يعني بتيجي عليك كده اهلا اه يعني سواء هما سابقونا نور لوحدنا او او هي طلبت ان احنا نبطلها نقف نسلا في البلاكون او كده اه انت بقى لك قد ايه خطبها؟ اه وكده اعتبر بقى لي ثانوي ثلاث شهور هي بدأ ده الموضوع يبان عندها من يعني بعد اه بعد تسع شهور من الكتوبة يعني يعني من قرأي يعني مثلا لي اربعة او خمس شهور اه يعني ابتليت تحس ان التصرفات دي جديدة عليها اه اه يعني لأولا اننا كناش نعرف بعض فاني صلونات وغده اه هي بدايبان عليها ما بدأت تخد عليها وانا اخد عليها في الفترة الاخيرة للي اتخطبت قابلك؟ والله انا مش ايانية على حد الوقتي هي ايت لا انا متخطبتش وانت اخدت اول واحد وكده ايه اللي قلقك يا عبد الرحمن؟ ايه اللي قلقك؟ ايه اللي خلاك تتكلم؟ ايه اللي قلقني ان انا عشان سألتك ازا حد يعني سألت واحد من صحابي قال لي امكان بتختبرك بتشوف مثلا حتى تجاوض اه مش عارف ايها تشوف اخلاق ايه هي اللي بتختبرك؟ ايه انا اتهاجت والله بقول لي يعني هي مفروض انا اللي بعمل كده فانا بقول لي مفروض انا اللي بعمل كده فقال لي انا مش عارف بصراحة امم وبعدين خصل من فتر برضو قريبا ان ايه برضو قول ليت رقم ديرنا عليها وانا في الشغل ايه بشوفك اتنظر حينك ومعجب بيك مش عارف ايه خلاو انا برضو المكالمة دي اكفرت فيها برضو ما تتعاش وقت نفت اه واحدة صاحبتها تتكلمك عشان تشوف انت هتتجول لا لكن بتقرب منك انت بتقول اعلقتك اه بلطا انا بقولك عن المواقف اللي حصل اللي خلينا برضو اشوك انت يا حدوك اللي خلينا بتقلق وتتكلم ان هو انا خايف انها تكون مش امينة بعد الجواز انت خايف من اخلاقها اه يعني ما تكونش امينة علي بعد الجواز انت بتحبايا عبد الرحمن اه ارجو با هدكر اوطيك بحباها لان لسه برضو لان ما كناش ناعر باعتقال لو هو فيه فرطي ايه وفيه قبول لان لحظ الحب اللي هو الحب يعني ما زلنا لسه عقلنا شغال لسه قدرين نحكم عقلنا صح كدا اه اه بالضبط طيب اسمعني يا عبد الرحمن طبعا زمن العجيب الايات عكست كنا زمان نسمع ان الخطيب لما بيروح لخطيبته هو اللي بيحاول يختبرها ويحاول يقرب منها يمسك ايديها يقربها عايز يلبسها عشان يشوف هي هتصده ولا لأ ولو تجاوبت يقول لا دي ما تنفعنيش مش هي دي اللي انا اقامنها على اللي جاي ولو رفضت يشوفها بنت جميلة ويقول اه ماشاء الله وربنا يبارك في اللي ربها لكن في الزمن الغريب اللي وصلنا له اتعاكست الدنيا وبقت البنت اللي بتقرب من الولد وهي اللي بتبتدي تعطف وتلطف زي ما بيقولوا كده عشان تعيش معاها جو لطيف بعد تسع شهور من الخطوبة طالما عقلك ما بقاش مرتاح ابعد لازم تبعد لان ممكن على فكرة البنت تكون كويسة بس هي حد من صحبتها نصحها بالموضوع ده بيقولولها طالما خدت عليه يلا خدي عليه دردحي خليه يبقى جريء معاكي خاصة ان هي اكيد اتأكدت ان انت بنا قدم بتخاف ربنا بنا قدم ملكش في حاجة غلط فابتده ممكن يكون حد نصحها بدأ فهي بتنفذ نصحة ولكن ده برضو يخليني اقولك ابعد لان طالما بتلغي عقلها وبتمشي ورا كلام الناس ده شيء يخوفني طيب لو هي ما بتمشيش ورا كلام حد وما حدش نصحها وده من تلقاء نفسها ده برضو يخوفني لان تاجي البنت حيائها وعفتها لازم تكون بنت عفيفة عندها حياء بتستحي وهي قاعدة معاك انت اللي بتحاول تقرب وهي اللي بتبعد انت اللي بتحاول تدخل كل شوية او تقرب كل شوية وهي اللي بتقولك عيب مايصحش ده اللي مفروض يحصل تاني حاجة عايزة الفة نظر الاهالي ليها يا جماعة الخطوبة ليها ضوابط شرعية ماينفعش عشان بنتي اتخطبت او ابني اتخطب نسيب الدنيا والدنيا عيمة كده وسدحمة ده حيب مايصحش الخطوبة هي مجرد وسيلة عشان نعرف بعض اتعرف على اخلاقك وتتعرف على اخلاقي ادخل بيتك وتدخل بيتي لكن مش معنى كده ان الام تبقى سايبة بنتها والاب يبقى سايب بنته والدنيا عادي ارجوكم ارجعوا لدنكم ارجعوا لربنا ارجعوا لللي يصح واللي مايصحش عشان حاجات كتير قوي وخطوبات كتير وجوازات بتبوز بسبب استهترنا الناتج من اللي بيحصل في الخطوبة خلوني اخد تليفون تاني واقول الو 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 اهلا وسهلا ازيك يا مدام مرو اهلا وسهلا اتفضل اتاني جدا والله كل يوم بتسلبك ما تبقى ليش حظي بقى يا حبيبتي اهلا بيك ازي حضرتك عملي ايه انا بخير الحمد لله حب تقولي اسمك انا هقولك على مشكلتي اتفضل مش لازم اقول اسمي معلش ولا يهمك اتفضل معلش بص يستي انا انا دلوقتي عندي خمس اولاد ما شاء الله سمعني انا سمعاكي ايو عندي خمس اولاد اه ربنا اداني واحدة فهم عاق لا حول الله الحولة ولا قوتة الا بالله بص بقى جوزتها اه ويعني هني جوزتها اللي بنختي ام انا ما جوزتاش اصلا هو جيت اقدم لها وبعدين احنا رفضنا وبعدين انت انا عايزاها فحصل نصيبه جوز يعني معلش حاجة عاق يعني ايه مش برا بيكي هي ده قصدك من كلمة عاق انها مش حناينة لا مش حناينة لا طبعا اه تمام لا مش حناينة ام بس راحنا بقى جوزناها فراحت احنا بعد رفضنا الجوزة هي اتنا عايزاها فاحنا جوز مش اطول عليك في الكلام سأتجوز اتجوزت هي متجوزة دلوقتي حوالي من 29 سنة او 28 سنة ام راحت اما جات دخلت الجامعة قالت انا مش عايز اكمل كلية ام فانا اخوتها كانوا فط في الكليات فليه مش عايز اكمل كلية قالت انا جوزة عن Business دخلت الكليات تلبية اتجمت عن شامس وتخرجت وخلقت بنتيه في الجامعة وعنبتها ورابت لها بنتها وخذت بنتها ورحات روحة زيل فل وراحت في تعينك والاب وقت بيصرف عليها الاول ابوها ده كان بيصرف علها لجوزة ouais نا مش يصرف عليك في الجامعة يصنع منه ganz lijا منصف عليكي بابا الي صرف عليها في الجامعة وبابا الي شالها وكلنا شلناها بتعملك ايه بقى دلوقتي بتعمل ايه وقطعتنا اطعكوا تماما اطعتنا تماما كل اول شهر جيب كرتب عشرة جنيه مش هذا اللي احنا مديناها لها كرتب عشرة جنيه وسلام عليكم عليكم السلامة كويسين مع السلامة من الحاش الرد احنا من الحاش الرد ومجلكش رمضان عيد عيد ام ولا شعبان ولا عيد ام ولا عيد ابو ولا ابوها ولا امها ولكني لها اهل اك جينا روحنا لها جوزها وحمها وحماتها بهدلوني انا وابوها واخوها اخوها مهندس اهد الدنيا بهدلونا فقولنا لنا يا بنتي محنش جايلك تاني انتي تيجو اخد اللي انت عايزاه وبيتنا مفتوح لك في نص السنة وفي اخر السنة لانية مدرسة مدرسة سنوي وخليك عدد بيك بقى تيجو تاخد اللي عايزاه وتروح وقطعت بعد كده خلاص خلاص قطعت مياه حتى علاقتها باخواتها الاربعة نفس الكلام لا 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 اخواتها في منتهى الجمال مش قدروا سيفلت لا علاقتها هي بيهم برضو قطع اخواتها بص كله 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 متيش خالص باباها جي عيد باباها متوطل بقاله سيكت سنين ونصة ولا سبع سنين ابوها عيد مجلش بكت عليه وهي الوحيدة اللي موظفة مجلش بكت عليه رغم اخواتها شايلينه الاربعة شلوه والاربعة ويفه جلبه وهو بايه بسطنكه ده ويدعيلهم الاربعة وشلوه من على الارض ودخل المستشفى شلوه وهي جات مرة واحدة وهو نايل والله العظيم يا أصدر مرة وما دخلت عليه بأي حاجة دخلي زي الغريبة سلام عليكم خدره وانا قاعدة في الصالة وما ليفيش الزيت يا ماما ولا تلام عليكم ولا عبركم ولا اي حاجة وليلي يا حاجة دخلت لابوها خمس دقايق بتخرج على بارك وليلي دلعتيها حسن انت دلعتيها زيادة اه امال ايه اللي خلاها كده زيها زي اخواتها زي اي حاجة اللي خلاها كده مفيش حاجة كده تفتكريها دلوقتي بقالها 11 سنة جات لفا ابوها توفى بس جات لفا عزبوها ما حضرتش العزة بينا كلنا تحت في الشارع حضرين العزة هي ضربت قول لها انزلها يتلاملش نازلة والحد النهاردة ابوها دخل التربة الحد النهاردة بقاله 6 سنين ونص ما شفناش وشها الوقتين هزا طب سؤالك اي حاجة تفضلي سؤالي دلوقتي انا دلوقتي مليش دعوبي بس حضرتك هاقولك كمان حاجة انا جيت طلحت عمرتين اول عمرة صلحتها من دماغي ثانو عمرة في فاضي النابل اللي خده رحت العمرة وقعدت ودام الكعبة والله العزيم يا سيد المروة عشان نيت اللي انا ادعي ميتة ادعى عليها بعدت في الارض وقعدام الكعبة بس للكعبة كده وليس حاجة على ظهري من وراء بتقول لي اوعي تدعي اوعي تدعي وخبطتلي على كتس كده جيت معطية في الارض وجبت استرقت قلبه الارض وما جدتش ادعى عليه يا حببتي كان فعلا حاجة بتطبع لكي تقول اوعي تدعى عليه يا حببتي الام وام ولا بص ولا ازاك يا ماما عملت خمس عمليات ولا تقلت علي ولا تليفون ولا تيجي ولا اي حاجة ولا كنت اعرف اي حاج انا عايز اعرف بقى دلوقتي اللي مطلوب مني انا اللي اروح تروحي فين؟ انت اللي تروحي تسألي عليها؟ انا ربيت وقبرت وعلمت ودتلقى بنتها وربط للمرض في جسم كله وبنتها منشرت بنتها فيها منشرت بنتها وما تمرش فيها دلوقتي انا مطلوب مني يا سيد الماري وانا اللي اروحي عتزل تعتزري عن ايه؟ هو انت عملت ايه شو انت عتزل انا معرفت عن ايه؟ ما هو جالي نفسي عرفه انا بقى طيب انا معيني اسمعيني انا معاملتش حاجة اوابقا معاملش حاجة اوابقا كان بيشتغل لو مقابدة بص مش قادرة وصفل بشغلي زي ايه؟ عشان الكتب الخمسة تتجامع اسمعيني اسمعيني يا حاجة اسمعيني يا عالقلوب يا عالاساوة يا عالجحود يا عالالعيال اللي ما بيتمرش فيهم انا بيجيلي زهول لما بلاقي الامثال دي لما بلاقي الاهالي اللي اتعبت وربت وشقت والنتيجة كانوا بيرموا في بحر الحمد لله انها جتلك في واحدة وما جتش في الخمسة الحمد لله ان ربنا كرمك برباح نينين واخدين بالهم منك طمران فيهم تربيتك الف حمد وشكر لك يا رب تروحي تعتذري عن ايه؟ انا مش فاهمة عملتي ايه وحتى لو عملتي مش الام والقب اللي بيروحوا يعتذروا مش الام والقب اللي بيقولوا حققوا علينا يا عيالنا عيالنا اللي يجوا يبوسوا رجلينا قبل ايدينا ويشلونا فوق راسهم فانت مغلطيش عشان تعتذري انت غلطي لما سمحت غلطي لما اديتي فرصة مرة واثنين وثلاثة غلطي لما فتحت لها بابك وقلبك ده كان غلطك للأسف يا بنا قدمة ما بتعرفش تعيش غير لنفسها ولنفسها فما متهيق لي لحد هنا وستوب خرجيها من حزبتك احمدي ربنا او يبارك الله فيما رزق بارك الله في اللي موجود وربنا يبارك لك في الاربعة وربنا يحافظ لك عليهم ويجعلك برا بيهم وهم برين بيك ودي انسيها انت واخوتها هي جزاها انها تعيش في الدنيا وتموت بطولها ووحيدة لان هي اللي اختارتها خلوني اطلع مع حكاية مارو عزب وارجع تاني وارجعنا تاني وخلوني ااخد تليفون واقول الو الو سلام عليك عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا قبل ما اقول مشكلت يا حب اقولك ان احنا بنحبك قوي ربنا يعلم والله العظيم ابو يا امي بيموت فيك ما بيسيبوش بك عليك ربنا يخليك يا رب ويبارك لك فيهم شكرا جزيلا وانا يا ما عملت مشاكل بزربت اني ببقواه في المحل ومش مركز مع الزبائن ومركز في فيديوهاتك الله يخليك يا رب ربنا يكرمك اتفضل انا طول عمري من وانا عندي 6 قصة سنة واقف مع والدة محل الفراس ووالدي ربنا يخلي لي يعني انا ماليش غيره وهو ماليش غيري في يوم الايال شكت واحدة في السوق عجبتني وشدتني وانا عشان رابل بطم في القصول وطول عمر في السوق قولت ادخل البيت من بابه وبالصدفة طلع ابوها تاجر كبير في السوق رحت وتقدمت لها وتزوزنا وقضيت معاها اسبوع عسل وما اقدرش اطول اكتر من كده عشان المحل وعشان الشغل وحضرتك عدد ورجعت الشغل تاني وبالم فلوسي من التجار والمحلات وحضت حاجة غريبة اوه في السوق الناس بتبصلي بقصات غريبة وبتتكلم معايا كلام اغرب واسمع الناس من وراي تقول لي هشي هشي يديك الفرخة دي مش ليك انا متفاهم ان هم بيكلموا علي بس انا راجل في السوق وبنبالك واعرف السلام داير علي او لا ثاني يوم لقيت تاجر خضار حبيبي بتكلم معايا يقول لي انا عايز اوريك حاجة بس انا متعالش مني انا قلت ان انابهك بدل ما الناس كلها بتتحك عليك اصطروا في ايه قال لي خد تفرج على الفيديو ده في التيك توك ببص لقيت الفيديو ده عبارة عن فيديو الامراطم وهي لابسة خطان او لابسة عباية شفاس من اللي هي اعتبر حاجة تتلبس في قط النوم وهي في الكوافير طبعا صعيقتم مدردتش بنفسي بطلعت تجاري على البيت كتبتها قصرت عظمها مش اقول لي انا ما ضربتها ايه قالت لي دا يوم الحنة وانا في الكوافير مقدرت شمسك نفسي من فرحة وكنت برق اسعاد افتلها ترقسك وفي راجل موجود وبيصورك قالت لي يا الكوافير دا راجل طبعا دمي في وارو مقدرت شمسك نفسي طبعا ما ديت اهلها وما ديت ابوها هي دلوقتي على زمتك ولا طلقتها طلقتها يا فندم انا طلقتها من ثامن يوم جواز طلقتها بعد ثمان ايام ثمان ايام من الجواز اهلها جمعة ابوها جيه طبعا ابوها برضو عشان راجل بيفهم في الاصول لما لقى كده حكم عليها ان هي تتطلق ومتاخدش معاها غير شنطة هدومة اه يعني كمان ابوها حكم انها تتطلق من غير اي حاجة الحمده لان انه راجل بيفهم في الاصول لان انا كنت ممكن اروح في بقية بسببنا طب انت سؤالك ايه او انت ليه ايه اللي خالك تتكلم انا بقول مشكلتي عشان احذر الناس انا بحذر الناس من ان كل واحد هيفكر يتجوز لازم يخلي بالي انا متهيق لي لازم ايه حد يكشف على امراته على السوشال ميديا قبل ما يتجوزها طيب انا بشكرك يعني بشكرك شكرا جزيلا ومش عايزة التجربة دي تأثر فيك قوي لان انت بتتكلم بمرارة وبتتكلم باحساس ان ده خلاص ان كل الستات كده اولا اكيد تصرفها كان خاطئ ولكن في احيانا في ناس احيانا تسيق التصرف يعني هي ممكن ما تكونش سيئة السمعة او بنا قلمة مش محترمة ولكن هي ازاقة التصرف طبعا ما ينفعش وما يصحش ان كانت ستة او بنت ترقص وعارفة ان في حد ممكن يصورها ويرفع ده او حتى لو مش هيرفع الكلام ده حتى لو هيعود مع نفسه يتفرج عليه مش عايزة التجربة المريرة دي تأثر على اللي جاي ربنا هيعودك خير حاسة قوي بمعاناتك وحاسة بمرارة صوتك لان اكيد اكيد اي شاب بيبقى بيحلم باليوم اللي يتجوز فيه ويفرح فيه وبيعمل المستحيل عشان يوصل للحلم ده لما تكون النتيجة كده اكيد ده شيء صعب ومرير ولكن الدنيا ما بتقفش ربنا يعود عليك ومش عايزة اي شاب بيسمعني يتأثر بالتجربة فيه ناس كويسة وفيه ناس وحشة مش عايزين نعمم زي ما فيه الوحش فيه الحلو اهم حاجة اتقي انت اللي فيه تصرفاتك عشان ربنا يرزقك باللي تتقي ربنا فيك مين تاني معايا هلو هلو اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بيك اتفضل حبيب تقول اسمك اه لا فيه مشكلة اسمي محمد اهلا بيك يا محمد اتفضل يا محمد حضرتك انا حبيت واحدة كانت عامل عملية قلب مكتوح وعمل عملية ورن في دماغها ومع ذلك ده مقللش من حب ليها بجد ده انا حبيتها وقدمت ادعمها حكايتي من البداية انا متدوز ومعايا ففلين فوانا ممراتي مش متفقين مع بعض وصلنا الحل ان احنا ننفصل فهي عليك لأ انا هعيش لولادي وانت اشوف حياتك انا بقى بعدها فترة تعرفت على واحدة على السوشيال ميديا وفضلنا نتكلم مع بعض وقبلتها فمرة وحاولت ان انا نقل شغلي جنبهم علشان اعرف اهلها اكثر وعرب اخواتها ويعرفوني ولما عربت منهم فضلت سنة لحد اما زبطت حالي تمام واول ما روحت اتقدم لها رفضوني رفضوني علشان انا صعيبي وهم عرب كمان بس فضلت احاول اشوف حد انه اقرب معهم تاني حاولت مرة واثنين وهي البنت حاولت معي كتير وحاولت مع اهلها كتير بعدين انا نزلت سبتي شغلي ونزلت اعجاز البلد عشان كانت نفسيتي تعبانة من الفترة دي بعدها بثلت ايام لقيت اخوها بالتسل بيها ومبهدلني في التليفون بقول لي انت حنوصل لك عشان خاطر انت خطفتها ومشيت بيها وانا والله ولا اخدتها ولا حاجة وعرفوا ان البنت مكنتش عندي بعد ثلاث يوم بقى رابع يوم رجعت البيت يعني البنت ثابت البيت عشان تضغط عليهم فيوافق بالزبط وعرفوا بعدها ان البنت مكنتش في البيت انها كانت في محطة مصر وروحت البيت فانا قلقت عليها فحبيت تواصل تاني مع اهلها واكلمهم وفضلت اكلم ابوها واكلم في اخوتها كلمت ابوها ابوها قال لي انا موافق ما عمديش مشكلة بس دينا فرصة كده سنة مهلة سنة علشان خاطر اخوتها يحاول ينسوا اللي حصل والدينية تروق كده وانا اعرف اتكلم معهم فانا فضلت بقى كل فترة والتانية اتصل بي علشان خاطر اسأل عليها اتكلم معه شوية هو سأل علي في الفترة اللي فاتت دي وعرف ان انا كويس وبشتغل وتمام والدينية حلوة معايا مفيش مشكلة وابني ناس والدينية تمام ومع ذلك فد المكمل معايا انه هو هيساعدني وهيقف جنبي ده ولدها ده ولدها اه وانا فضلت اتصل واتطمن عليها منه وهي بقى في الفترة دي اللي انا باعت فيها واني اخوتها ضغطوا علي ان انا ما اكلمهاش تاني فهي ابتدت يعني بعد ده ما خفت كانت عاملة عملية القلب وبعد كده عملت عملية الورام وفضلت جنبها في الفترة دي لحد ده ما بقت كويسة خالص تمام وبقت زيل فل ورجعت يعني زيل اول واحسن فلما تقدنت وحصل اللي حصل ده فهي بقى رجعت في الفترة دي طيع بالتاني تمام طب قولي هما دلوقتي موقفهم ايه هتموا الجوازة ولا هما رفضينك ومصممين على الرفض هما دلوقتي بقولوا دينا مهلة سنة تمام احنا بحكم ان احنا عرب ما بنجوزش بناتنا برا ومش هينفع فما بدوش مديني عقاد نفع ابوها في الاخر خدل يقولي احنا مينفعش نجوز بنتنا برا مرة يقولي انا مواسق بس مستني بس اخشوق اه يعني انت حاسس ان هما بيمطوحوق وبيلعبوا بيك انا حاسس ان ابوها بقولي سنة علشان خاطر يشوف في السنة دي انا بقى عمل واسبها ولا كمل تمام مراتك وولادك انت ما جبت لس ريتهم خالص اه انا وامراتي كنا احنا مفصل فهي قالت انا هعيش لولادك لا انا فهمة دلوقتي بتروح بتشوفهم بتعيش معاهم بتودهم بتشوف ولادي وبعيش معاهم وتمام وهي عرفة هي عرفة واهلاء عارفين ان انا متجوز ومعايا انا بدأتها معاهم بسم الله كده بالصراحة من البداية تمام وعرفتهم ان انا في حياتي في واحدة وفي اولاد بس انا مش مرتاح معاها وانا اعرف بنتكم وانا مرتاح لها وانا عايزة كمل حياتي معاها لو انتوا رفضين انها هتتجوز عشان السعيد وكده انا ممكن اخد لها شقة هنا وانا بشتغل هنا في نعلة شغلي يعني انت بتحاول تزلزل اي عقبة عشان تتجوزها اعتني اتجوزها بالزبط تمام طب سؤالك ايه سؤالك ايه انفعش عشان خاطر فيها واحدة في حياتك بس ما تقولوليش ان انت شوية مكلمك طب بكرة طب بعده وتمتوعه فيها وهي البنت متعلقة بيه وبتحبيني وانا والله لو حد وحش كان زمان في اول مشكلة حصلت بعيدته وشفت واحدة غيرها بس دي فعلا بجد يعني غيرت حاجات كتير فيها وهي ما تستهلش كل ده هي محترمة واهلها محترمين وبنت ناس ومتربية كويس وفي الفترة اللي بس بتاع فيها هي بتتعب ما حدش عايز يوصلني ليها طيب اسمعني انا طبعا فهمت التفاصيل لازم تكون عارف حاجة مهمة قوي انت بس غافلان عنها مستغربة قوي دور البطولة اللي عايز تعيشه في قصة رغم ان انت في قصتك مش بطل مستغربة قوي فكرة ان انت بتضحي وعملت قاوح وهي البنت مريدة وانا بوش ليها وفي ظهرها ونسي بنت الناس اللي تجوزتك بإرادة منك محتش غصبك وتجوزتها وانت راضي وهي راضية وخلفت منها فبعا القرار اللي خدته معلش انا مش مرتاح معاك عشان انا فيه واحدة تانية ازاي طب انت بتقول ان ربنا قال زوجه بناتكم لما انت ارتدونا دينه انت بتعمل كل شيء ربنا قاله انت بتمشي بحدود الله وبالعدل بين الست الغلبانة اللي تجوزتك وخلفت منك وقعدت رب العيال وعشان مش عايزة تخرب على نفسها قالتلك روح شوف حياتك انا هقعد رب العيال ليه؟ يعني ليه الظلم اللي وقع عليها تفتكر ربنا هينصفك كنت ظالمها فكرة انها ستة قصيلة وعايزة تعيش وتستحمل ده يبقى مبرر ان انت تروح تتجوز غيرها خلاص دي ليها ظروف وأهلها مش موافقين وبيقولولك لأ ولولا مرضها كانوا قالولك لأ بكل المقاييس بتاوح في ايه؟ ما اتقل عنتك دي ما تشوف فيها مراتك وتدعلي مراتك وولادك اولى من تعمال تهدر طقتك في قصة انت عارف انها مستحيلة وأهلها مش موافقين انا عن نفسي شايف ان انت ظالم وظالم مراتك وم عيالك وعمر ما ربنا هينصفك ولا هيريحك طول ما فيه ظلم وقع على بنا قدمة تاني وخط نفسك مكانها لو سحيت منهم قالتلك معلش باي باي انا بقيت فيه واحد تاني انا معجبة به وعايز اتجوزه فياريت يا جماعة نعدل نعدل وقبل ما نتمنى لنفسينا حاجة ونبقى هنتجنن عليها نشوف الاشخاص اللي في حياتنا احنا فعلا بندهم حقهم ولا لا احنا ابطال في قصتنا ولا بنحب قوي نصطنع البطولة في قصة صغيرة خلوني اطلع وارجع تاني مع حكايات مارو عزالي وارجعنا تاني ودلوقتي جات فقرة الاسئلة والاسئلة دي اسئلتكم انتو اللي بناخدها من عن طريق الصفحة خلوني ااخد اول سؤال السؤال واحدة بعتها بتقولي اهلي بيقولوا علي تافها ومش قد المسئولية واني لسه طفلة وما كانتش لها في الجواز وكل ده عشان عايز اتطلق لان جوزي ريحة بق وحشة ومالوش في النظافة بجد انا مش بقدر اخليه قرب مني وكل اللي حواليه شايفيني اني انا هايفة وتفهة رايك ايه استاذة ماروة انا عندي حق ولا لا ولا زي ما بيقولوا علي انا اللي مكبرة الموضوع لا طبعا لا طبعا مش مكبرة الموضوع مين قال ان مفروض الست او الراجل يقبل ان شريك حياته ما يكون متهيق ليه ما يكون مستعد لفكرة ان يكون معاه يا جماعة النظافة دي النظافة من الامان يعني النظافة ده مش رفاهية ماينفعش ان انا دي مش شئ لعمله لما عملوش انا لازم اعمله البناء ده بناء ده النظيف ده بناء ده مقبول ده حتى علاقتنا بالمولى عز وجل اول اساسها الوضوء الطهارة النظافة ماينفعش نقف بين ايدين ربنا واحنا مش قد الوقفة دي فازاي انتو شايفينها انها غلط وازاي مفروض انها هتتهاون في حق من حقها ومش اي حق ده اهم حق من حقها لان مفروض ان البناء ده من اللي بتعشره بتنام جنبه بتاكل معاه في طبق واحد تبقى مش عرفانة منه يعني ده ابسط حققها فانت يا بنتي مشتافها ولا هايفة ولا العب فيك العب في اللي حواليك اللي عايزيني لصموك ويسكتوك ويخلوك تعيش ويعيشها والسلام ما تسكتيش وما تقبلش بحاجة ما تكونيش راضي عنها لان ازاي ما انت واخدبالك من نفسك عشانه هو كمان ابسط حقوقك انه ياخد باله من نفسه عشانك والكلام لكل المتجوزين النظافة حاجة رئيسية واساسية مش رفاهية طيب خليني اخد السؤال التاني بتقولي هو طبيعي يا استاذة مروع اني لما ببقاش موجودة في البيت وعنده امي اخو جوزي ومراته ينزلوا عندي البيت ويتلبوا اكل من جوزي ويتفرجوا على افلام هيس الفتي تنزل بيتي ليه وانا مش موجودة بقى مرت ايه هو لما بشك جوزي يقولي ده اخو يا ودي مراته وينوروا البيت في اي وقت ايه اللي بسمعو ياه؟ هو ايه اللي بيحصل له؟ هو يا جماعة انتوا ازاي بقتوا عندكم من البجاحة ان انتوا تعملوا العاملة السودة والمصيبة وتقولوا عادي ده اخو يا ومراته اخوك ومراته ما بينزلوش غير في غياب مراتك ليه ما بينزلوش ومراتك موجودة كلمة البيوت لها حرمة اتنست؟ ولا سدنا وادننا عنها مش البيوت لها حرمة مش مفروض مراتك وهيه مش في البيت لها قدوسيتها لها احترامها حتى حاجة هنا حاجة هنا مش مفروض ان اي حد يهتك سترعا على فكرة ده ستر اللي فاهمين او او حاطين في دماغهم ان عادي ده بيت ايه المشكلة ده بيت اخوه لا ده ستر افرد مراتك حتى اي حاجة مش عايزة حد يطلع عليها ليه تكون سبب في هاتك سترها البيوت ستر عشان كده لازم تبقى انت اللي بتساعد على ستر مراتك وستر بيتك مش تفتح البيت لاخوك ومراته في غياب مراتك ماينفعش طب ليه مرات اخوك مبتعملش زيك ليه مرات اخوك مبترضاش ولا ليه اخوك مش راضي باللي انت راضي بيه على مراتك الاصول الاصول لما غابت ضيانة الاصول لما غابت باننا ناكل في بعض الاصول لما غابت باننا نبجح ونعمل الغلط ونقول عادي ده اخوي او دي مراته لا اخوك ومراته على عيننا وعلى راسنا بس بالاصول مراتك ليه حق عليك لان دي مملكتها وده بيتها فلو سمحت ده ماينفعش ولازم تعملي وقفة لو استمر الوضع ده طيب السؤال التالت السؤال التالت حلوة قوي واحدة بتقول انا دايماً بحس اني مش راضي عن نفسي دايماً حاسة اني قليلة في عين نفسي وعين الناس انصحيني انا وكل ست ازاي نحب نفسنا الله السؤال عجبني قوي السؤال عجبني قوي لان فيه ستات كتير فعلاً بتعاني من ده انتي سؤالك اصلاً فيه حتة لفتت نظري قوي بتقوليلي انا دايماً بحس اني قليلة في عين نفسي وعين الناس طيب عايزة الناس ازاي تحبك وانتي ما بتحبش نفسك عايزة ازاي الناس تشوفك بعين حلوة وانتي شايفة نفسك بعين قليلة لكل ست بتسمعني مش هينفع ابداً تخلي اللي حواليك يحبوك وانتي جواكي مش هارفة تحبي نفسك ولا تقبليها اتصلحوا مع نفسكم اتصلحوا مع اخطائكم قبل مميزاتكم احنا بشر كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا اخطاقة المهم قوي ان نعرف نتصلح مع اخطائنا ونعالجها لكن بلاش نتغافل عنها ونتجعلها حبي نفسك اهتم بنفسك علمي نفسك حاجة جديدة اقري كتير الست اللي بتحب نفسها تقرأ كتير الست اللي بتحب نفسها تصقف نفسها الست اللي بتحب نفسها ما تبقاش ست قليلة ولا سايبة اللي حواليها يتحكموا فيها ولا في ارادتها طول ما همعها الحق الست اللي بتحب نفسها تقرب من ربنا اكتر واكتر الست اللي بتحب نفسها تدعي كل يوم ربنا انه يسبتها ويخليها جميلة من جواها يا جماعة ويا ستات بالذات اوعي تخلي حد يقلل ثقتك بنفسك اوعي تخلي راجلي او سلفتك او جارتك او حماتك تقولك اي حاجة عن نفسك وتصدقيها اوعي حتى لو انت لمسة في نفسك حاجة مش عاجبك او عندك دفوف شيء وده طبيعي محدش فينا كامل ووارد نتغير ووارد نبقى حلوين ونوحش او نمر بفترات زمنية تخلينا مش احسن حاجة لكن طول ما فينا نفس نقدر نكون احسن طول ما فينا نفس لازم نعافر لازم نرضى لازم ما نسيبش بقايا من الماضي تأثر على اللي جاي حبي نفسك حبي ولادك دايما نتعلمي حاجات جديدة دايما نخلي عندك شغف انك يبقى عندك معلومة كل يوم تتعلميها معلومة كل يوم تسمعيها معلومة كل يوم تقوليها فاتفضي بالجواك وما تكتميش حاجة جواك ولا تتديق ولا تتكبتي ولا تتقهري ولو في وضع مش عجبك غيري وده مش عيب لازم تغيري اي وضع مش عجبك ايا كان الوضع ده ما ينفعش تقولي استحمل عشان حد صدقوني يا ستات لو مش عارفين تسعدوا نفسكم مش هتعرفوا تسعدوا اي حد فلازم تحبوا نفسكم قوي وتردوا على نفسكم وتشوفي نفسك قوية وعندي قصيقة كبيرة قوي قبل ما الناس تشوفك كده انا وصلت لاختام الحلقة الوقت بيجري معاك وهوى ودايما بجد ما بحستش بي ان كان هنا لو ان كان على السوشيال ميديا بس ده خير دليل على حبي ليكم ويا ربي دايما يديم نعمة وجودكم ويا ربي يجعلني دايما عند حسن ظنكم كنت معاكم وبرنامجكم حكايات مع امرو عزة اشتركوا في القناة